السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالي في الجزء رقم 9 من شبطة الاتنين هنتكلم عن النوع الثالث من البوليمرز اللي هو السيرمو سيتينج بوليمرز وهنتكلم عن تيبكة الإجزامز منه الخواص بتاعتها الميكانيكي أفكركم بالسيرمو سيتينج بوليمر تعريفه كان إيه؟ كان عبارة عن heavily cross-linked chains to produce three-dimension networks يعني السبكات أو سلاسل كثيفة من البوليمر تمام؟ تكون شبكات سلاسيات الإبعاد وكان المفهوم العام للخواص الميكانيكية بتاعته إنه ريجد تعال نشوف أنواع عندي نوع فينيكولز عندي أمينايز يوريسينز بوليسترز عندي إبوكسز تعال نشوف تبكى الإجزامبلز بتاعته الخواص الميكانيكي بتاعتهم شكلها إيه؟ أولاً الجذول اللي قدامي بيوضح نوعيات سيرمو سيتينج اللي احنا قلناها من شوية والقوة الشد بتاعتها والألونجيشن والإلاستيج موديلس والديناستيج تعال نشوف على سبيل المسأل البينيكولز ألاقي إن الشد بتاعه 9000 بيئيس آي يعني باوند برسكوير إنش الألونجيشن بتاعته 2% والإلاستيج موديلس 1300 وطبعاً الدينيس دي 21% جرام على السنتيمتر المكاعد لما لاحظ في الجذول كله بشكل عام ألاقي إن الألونجيشن بسيطة صغيرة يمكن أقصى حاجة فيها 6 وأقل حاجة فيها 0.1% طيب ده في الحقيقة بيعمق مفهوم إن الغالب على الصفة بتاعت السيرمو سيتنج من وجهة نظر خاص الميكانيكية إنه ريجد حتى إحنا ملاحظين إن الألونجيشن بتاعته لا تقارن بي السيرمو بلاستيج أو الإلاستو مار اللي كانت بتوصل فيها الألونجيشن في السيرمو بلاستيج 800% وفي الإلاستو مار كانت بتوصل لحوالي 2000% شكرا للمشاهدة